تستضيف السلطة التشريعية الاجتماع العاشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدولة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمزمع عقده بمملكة البحرين أواخر الشهر الجاري هذا ومن المقرر أن يشهد يوم الأربعاء القادم من عقادة الاجتماع التنسيقي بين ممثلي وفود مجلس التعاون لمناقشة أهم المحاور المتعلقة بالقرارات التي سيناقشها اجتماع رؤساء المجالس وللقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعدت السيد خميس حمد الرميحي نائب رئيس لجنة شؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سعدت سيد الرميحي بداية ما أهمية عقاد هذا الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم أرشلكم على هذه الاستضافة طبعا أهمية تكمن أهمية هذا الاجتماع أنه يعقد تزامنا مع نقاد قمة دول الخليج العربية قمة القادة لدول الخليج العربية هذا العام في مملكة البحرية إن شاء الله في ديسمبر القادم وكالعادة طبعا اجتماع رؤساء المجال التشريعية تسبق اجتماعات لقمة القادة وبالتالي بأن أهمية هذا الاجتماع هو يأتي تزامنا مع اجتماع القادة وهناك كثير من الموضوعات التي تلاقشها سيد خميسة الآن بما أن هذا الاجتماع سيكون متزامن مع فترة مهمة وهي اجتماعات القمة لدول مجلس التعاون هل لك أن تطلعنا أنت كرمت على أبرز القضايا التي قد يناقش هذا الاجتماع طبعا يوم غدا بإذن الله تعالى سوف يعقى الاجتماع التنسيقي وهو للجنة التنسيقية ممتقة عن اجتماع الرؤساء وهي تقوم بأعداد جدوى الأعمال اجتماع رؤساء المجلس التشيئية في دول مجلس التعاون الخريجي وهناك تسعة مواضيع مدرجة أو الممكن أن تناقش يوم غدا ويتفق على عدد من الموضوعات منها لحالة أو كجدوى عن الأعمال لاجتماع رؤساء المجلس التشيئية العاشر الذي سوف يكون إن شاء الله في 23 و24 من نوفمبر من هذا الشهر وأبرز طبعا المذكرات التي سوف ترفع أو تناقش قدم لرفعها إلى اجتماع الرؤساء هناك مذكرة من الأمان العامة لمجلس التعاون الخريجي متعلقة بآليات التعامل مع التقارير الصادرة عن الجهات البرلمانية الدولية بشأن دول المجلس أيضا هناك مذكرة من الأمان العامة بشأن المواضيع المشتركة المقترح من نغشته كالعادة هناك عدد من الموضوعات التي يجب أن تناقش أو تعرض على رؤساء المجالس يختار منها عدد من الموضوعات أيضا الموضوع الثالث هناك مذكرة أيضا من الأمان العامة بشأن نتائج أعمال لجل البرلمانية الخريجية المعنية بتعزيز آليات التعاون مع البرلمان الأوروبي أيضا هناك أيضا مذكرة من الأمان العامة بشأن نظام الداخل اللجل البرلمانية الخريجية المعنية بتعزيز التعاون مع البرلمان الأوروبي هي تقريبا نفس البند السابق إذن هناك العديد من المواضيع المهمة التي تزامن هذا الاجتماع سعادته سيد خميس حمد الرميحي عذرا للمقاطعة لضيق الوقت نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس شورا شكرا جزيلا